ما لي أرى انكسارا في صوتك وحزنا في عينيك أتحسب أنك لست من الصالحين لأن لك ذنبا عجزت أن تتخلص منه وأنك تتوب ثم تعود لتقارفه من قال لك أنه ليس للصالحين ذنوب ومن قال لك أنهم ليسوا في حرب مستمرة تار مع الشيطان وتار مع أنفسهم فيربحون مرة ويهزمون مرة كل الصالحين كذلك لكن الله تعالى لحبه لهم أرخى عليهم ثياب ستره قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا أتحسب أن كل الجهاد هو سيف ورمح وسهم قتالك لتحافظ على نقاء قلبك هو جهاد سيكتب الله تعالى لك أجر صراعك مع الذنب وحزنك بعد المعصية ونهوضك بعد الانتكاسة واستغفارك بعد الخطيئة كل هذا جهاد في سبيل الله ويهديك الله بعد كل هذا إلى سواء السبيل هذا وعد من الله سبحانه وتعالى ولا أحد أوفى بالعهد من ربك كل الناس مذنبون يا صاحبي الصالحون والطالحون على حد سواء لكن الصالحون يستترون ولا يجاهرون يستغفرون ولا يصرون يعترفون ولا يبررون إن الندم بعد الذنب صلاح الدمعة بعد المعصية صلاح الاستغفار بعد الخطيئة صلاح وما دمت تشعر بالوحش عند ابتعادك عن الله فأنت صالح ما دمت تشعر بمرارة الذنب فأنت صالح فالسيئون لا يشعرون لكل هذا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين والسلام لقلوبكم والله يحفظكم وأهليكم اشتركوا في القناة